اتم نادي البنك الاهلي اجرات التعاقد مع احمد مدبولي لاعب الاسماعيلي وبات مدبولي الصفقة الثانية للبنك بعد التعاقد مع ايمان اشرف لاعب الاهلي واعلن البنك الاهلي تعاقده مع احمد مدبولي مدة اربع مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر وكشف في وقت سابق عن نجاح نادي البنك الاهلي في الحصول على توقيع احمد مدبولي لاعب الاسماعيلي وانتهى عقد مدبولي مع الدرويش وبالتالي سيرحل في صفقة انتقال حر وبدأ مدبولي مشواره مع النصر للتعدين قبل ان ينتقل الى الزمالك في موسم 2017 لمدة موسمين ورحل مدبولي الى الاسماعيلي في صيف 2019 وحتى الان وانتهى تعاقد مدبولي بنهاية الموسم الجاري ليصبح لاعب حر ويحق له التوقيع لاي نادي حيث خاض احمد مدبولي 117 مباراة مع الدرويش نجح في المساهمة في 28 هدف اذ نجح صاحب 28 عام في تسجيل 7 اهداف وصناعة 21 هدف اخرين في مشواره مع الدرويش بينما شارك مدبولي في 30 مباراة فقط مع الزمالك ونجح في تسجيل 7 اهداف وصنع 5 وبشكل عام لعب مدبولي 167 مباراة في مسابقة الدوري المصري حتى الان سجل 13 هدف وصنع 26 هدف